تمكنت عناصر القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية والقبض على 238 متسللا داخل بلانصر الصيد بالبحر المتوسط متجهين لإيطاليا حيث ورد بلاغ إلى قاعدة بورسعيد البحرية يفيد بالاشتباه في قيام إحدى بلانصات الصيد بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية بالمنطقة شمال مدينة البرولوس وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه وحدتين بحريتين للقيام بأعمال البحث والقبض على بلانص الصيد الذي تبين أنه يدعى الفاروق عمر ويحمل على متنه 238 فردا من بينهم 100 مصري و138 فردا من دول مختلفة العراق، الصومال، الكونغو، إثيوبيا، تشاد، شمال السودان، جنوب السودان، جزر القمر كانوا في طريقهم للقيام بهجرة غير شرعية إلى إيطاليا وقامت الوحدات البحرية بالسيطرة على البلانص واقتياده إلى ميناء دمياط حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية ووجبات طعام للأفراد المقبض عليهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم